البداية مع تطورات الحدث الأوكراني فقد قال الرئيس فولودمير زيلانسكي أن القوات الروسية استهدفت خيرسون بأكثر من 16 غارة وأكد زيلانسكي في كلمته اليومية أن الغارات الروسية أسفرت عن سقوط قتلين وقطع الطيار الكهربائي عن المدينة كما أكد أو أضاف زيلانسكي أن القصف الروسية شمل أيضا من تقطع دومباس وخرق من كيف ينضم إلينا مراسلنا إياد الساتي ليضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية إياد إذن قصف الروسي على ميكولايف وخيرسون ودومباس دعنا في حيثياته نعم رويضة صباح الخير كان قد دو قبل قليل أو سمعنا صوت انفجار هنا في العاصمة كيف قد يكون ناتجا عن تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية لهجمات صاروخية جديدة كان قد أعلن عنها حاكم مقاطعة ميكولايف قبل ساعة من الآن دوت صفرات الإنذار في كافة المقاطعات الأوكرانية معلنة عن وجود هجمات أو هجمة صاروخية جديدة كان حاكم مقاطعة ميكولايف قال بأن ستين صاروخا قد دخلت أو حلقت أو تحلق في الأجواء الأوكرانية قبل قليل عمدة مدينة خاركيف أكد وقوع انفجارات داخل المدينة وفي محيط هذه المدينة لا توجد لغاية الآن أي تفاصيل حول هذه الهجمة الآن سمعنا صوت أيضا قد يكون ناتجا في العاصمة كييف قد يكون ناتجا عن عمل الدفاعات الجوية الأوكرانية هنا في العاصمة كييف أيضا هناك ما تدولته وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في العديد من المقاطعات منها في مقاطعة نيبرا بيتروس وأيضا في كريبوري ريه وفي مناطق أخرى لا نزال نحصي الآن هذه المناطق الأخبار تتوالى تباعا رويدا لربما تتضح الصورة بعد قليل الدفاعات الجوية الأوكرانية لا تزال تعمل لا تزال تتصدى لهذه الصواريخ التي أعلن أنها كما قلت نحو ستين صاروخا قد أطلقت باتجاه كافة المقاطعات صفرات الإنذار أو خريطة أوكرانية كانت قد تخضبت قبل قليل باللون الأحمر من شرقها إلى جنوبها ومن غربها إلى شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها كل هذه المقاطعات أصبحت مستهدفة بالهجمات الصاروخية الروسية الجديدة نحن الآن في العاصمة نرصد أو نتابع كل هذه التطورات مع موجة الهجمات الصاروخية الروسية الجديدة في هذا الوقت تحديدا شكرا جزيلا لكيات ستيم ورسلنا ميكي